عقدت محكمة الجناية اليوم جلستها الثالثة للنظر في غضية التفجير الإرهابي الذي طال جامع الإمام الصادق عليه السلام والذي راح ضحيته 26 شهيداً وأكثر من 200 جريحة الجلسة اليوم شهدت أمر المحكمة بحبس إثنين من المتهمين للأحد عشر الذين أفرجت عنهم في الجلسة السابقة لثبات تعاملهم وتعاونهم مع تنظيم داعش في غضايا أخرى كما طلبت المحكمة استدعاء ضابط الواقع للتحقيق معه في جلسة سرية الأربعاء المقبل فيما شهدت أيضاً ادعاء المحامين عن ذوي الشهداء بالحق المدني في الجلسة القادمة طبعاً راح يكون حضور ضابط الواقع الذي قام بضبط المتهمين والتحري عنهم ضابط أمن الدولة والسؤالة وسماع أقوالة بما جاء بتحرياته في هذه الواقعة تقدمنا بالادعاء المدني عن ذوي بعض الشهداء وفي الجلسات القادمة إن شاء الله راح نقدم أثناء المرافعة الختامية كل الأدلة وكل ما عندنا من مستندات وفي سياق ذاته ثبتت المحكمة كل من ذوي الشهداء والمتهمين حيث انتدبت المحكمة أربعة من المحامين للدفاع عن المتهمين وهم حسين الحريدان وعمر الجناعي وفواز المرشد وفيصل الحميداني وأكد المحامي علي العلي أن انتداب المحكمة للمحامين هو أمر ضروري لإنعقاد المحاكمة تم اليوم وصول أربع محامين من قبل جمعية المحامين بعد أن كلفت المحكمة بهذا الشيء وتم الانتهاء من هذا الجانب باستكمال جميع محامين المتهمين وكانت الجلسة الماضية قد شهدت استكمال استجواب المتهم الأول في الغضية عبد الرحمن صباح إيدان وعرض التسجيلين الأول صوتي يعود للانتحار فهد القباع منفذ التفجير والآخر فيديو للتفجير نفسه